قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يومٍ ولا يومين يعني لا تصوموا قبل رمضان يوماً أو يومين لا تصوموا قبل رمضان يوماً أو يومين على سبيل استقبال رمضان أو على سبيل الاحتياط لرمضان فنهي عن صيام يوماً أو عن صيام يومٍ أو يومين من شعبان أو قبل رمضان في آخر شعبان قال لا تقدموا رمضان بصوم يومٍ ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه إلا رجل كان يصوم صوماً أي كان قد اعتاد صيام أيامٍ معلومة فوافق ذلك آخر يوم أو آخر يومين من شعبان سان معتاد على الصيام الاثنين والخميس فصادف أو فوافق ذلك آخر يوم أو يومين من شعبان فهذا لا بأس قال فليصمه إذن النهي عن صيام يومٍ أو يومين قبل رمضان هذا إذا كان على سبيل استقبال رمضان وعلى سبيل الاحتياط لرمضان الواجب أن المسلم ينتظر حتى يثبت رؤية الهلال لأن هذه العبادات مقدرة بقدر محددة بحد فلا تتجاوز الحد لا تزيد تقول سأحتاط وأصوم آخر يوم من شعبان احتياطاً أو آخر يومين من شعبان احتياطاً هذا تنطع هذا تنطع وزيادة في الدين فالعبادات لها حد محدد فهذه عبادة صيام رمضان محددة برؤية الهلال أو بإكمال شعبان ثلاثين فلا تتقدم قبله بصيام يومٍ ولا بصيام يومين على سبيل الاستقبال أو على سبيل الاحتياط لكن إذا كان إنسان قد اعتاد الصوم يصوم الاثنين والخميس أو يصوم يوم ويفطر يوم يصوم يوماً ويفطر يوماً فوافق ذلك آخر شعبان فهذا إيش؟ لا بأس أن يصوم قال إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه أو كان مثلاً عليه قضاء ولم يستطع إلا في آخر شعبان فإنه يقضي أو نذر نذراً إن جاء فلان لله علي نذر أن أصوم ذلك اليوم أو أصوم اليوم الذي بعده فجاء فلان في الثامن والعشرين من شعبان فإنه ماذا؟ لا بأس أن يصوم يوم التاسع والعشرين من شعبان لأن هذا نذر واجب فهو ما يصوم لأكل رمضان احتياطاً لرمضان أو استقبال لرمضان لا وإنما يصوم وفاءً لنذره الذي وافق في آخر شعبان الذي وافق في آخر شعبان وهكذا إنسان يعتاد الصيام ثلاثة أيام من كل شهر فلم يتمكن من صيام الثلاثة في أول الشهر ولا في وسط الشهر ما تمكن إلا في الأيام الأخيرة يصوم إلا ما يصوم يصوم الثلاثة الأيام ولو وافقت آخر شعبان هذا كله داخل في قوله إلا رجل كان يصوم صوماً فليصومه إذا نذبط النهي إنما يكون عن صيام يوم أو يومين قبر رمضان على سبيل الاحتياط لرمضان أو على سبيل استقبال رمضان فالمسلم يجب عليه أن ينتظر إلى أن يثبت رؤية الهلال أو أكمال شعبان ثلاثة ثم يبدأ بصيام رمضان ترجمة نانسي قنقر